اهلا بكم في الحلقة رقم اتناشر من حلقات انا حب اللي يسألني. بنتناقش عن اهم اسئلة الانترويوهات المعاني المقصودة من وراها وافضل طريقة لايجابتها. اه حاجة بس عايز اقول لكم عليها قبل ما نبدأ مع اول سؤال معنا النهاردة. اه ساعات كتير اكيد بيمر في بالكوا وتسألت انا السؤال ده كتير قبل كده عن اه انا مؤهلاتي كويسة انا ناجح انا عامل شغل كويس بس عايز اقدم في الشركة كبيرة عايز اقدم في شركة ازاي اقدم او هما بيدوروا على ايه او انا بقدم كتير وما بتقبلش. اه لو هناخد من الموضوع ده فيه تفاصيل طبعا كتير ليه وتكلمنا فيها يمكن في فيديوهات قبل كده. اه بس لو هنتكلم في حتة الانترويو والشركة المالتيناشنال وبتقبل في الانترويو او لأ هتلاحظوا ان في اسئلة بتبقى اسئلة يمكن سهل علينا نجاوبها قوي اسئلة الشغل. اه دي عملتها ازاي دي عملتها ازاي بتشتغل فين اهم حاجات نجحت فيها تحقيقك قبل كده النجاحات اللي عملتها بتبقى في السي في وبنعرف نجاوبها. المشكلة بقى بتيجي فين في الاسئلة اللي احنا اتكلمنا فيها في الحداشر حلقة اللي فاتت وهنكمل فيها مع بعض وهنتكلم النهاردة. هتلاحظوا كتير من الاسئلة دي بتبقى بطن الاجابة بتاعها او بطن الاجابة بتاعتها هو الوعي الذاتي. انا فهم نفسي وعندي وعي ذاتي كويس. عندي عندي دكاء اجتماعي كويس. بفكر في تصرفاتي وبفكر في اي حاجة بنجح فيها بفكر فيها حاجة بفشل فيها بفكر فيها. هنرجع تاني لسألة الوعي الذاتي. هتلاقوا معظم الاسئلة دي اجابتها بتنبع من النقطة دي. طب ليه بقى? بتفرق فيه? لما بعرف اجاوب الاجابات دي والاسئلة اللي من نوع ده ببقى بدي اشارة ان انا راجل او راجل او ست سعري عالي. موظف سعري سعري كبير. ليه? لان انا هعرف اعمل الشغل بتاع دلوقتي كويس. وانا خامة كويسة ابقى قائد قدام او ابقى مدير قدام او ابقى ليدر او مانجر قدام. ودي الحاجة من الحياة اللي الشركات الكبيرة بتدور عليها كتير. عن ناحية التانية بقى انا لو بعرف اشتغل كويس بس مش فهم عن نفسي ولا عارف افسر اللي عملته ده عملته ليه? ولا عارف افكر في اللي انا عملته وعملته ازاي? المشكلة بتيجي هنا بقى فين? ممكن يتبصي لي صورة ان انا فوعلي شغيل. ما بعرف اعمل اللي قدامي بس. بعرف اعمل اللي بيطلب مني بس. ده مش معناه ان الناس مش هتعينك. معناه ان انت ده هيبقى النظرة اللي الناس بتنظرها لك وبيبقى اخرك. وعش كده ببص تلاقي اا اا او بيفهموا ان ده اخرك. فبالتالي بوك تلاقي نفسك ما بتعرفش تشتغل الا في شركة لوكل مش عايزة منك لا تكبر ولا تترقى ولا عايزة منك حاجة وعايزين ايه? عايزين واحد فوعلي شغيل كويس ينزل ويهري اليومين دول في السوق وخلاص او يشتغل في الحتة يقعد على المكتب اللي احنا عاوزينه ويقعد ايه? يعيد ويزيد في الحاجة اللي احنا عاوزينها منه. فرجوعا للنقطة اللي بيدور عايز يشتغل في شركات كبيرة واحدة من الحاجات ما هياش له حاجة الوحيدة ان في الانترفيوهات الاسئلة اللي بتيجي بعد كده اللي زي بنتناقش فيها دلوقتي وبيبقى بتحتاج وعي ذاتي منك وبتبقى فيها تدليل على فهمك لنفسك وفهمك لنفسك. الاسئلة دي من الاسئلة المهمة اللي بتعدي الواحد الانترفيوهات دي. طب اول سؤال بقى من الاسئلة دي معانا اه النهاردة هو احكي لي عن تغيير كبير مرد بي. احكي لي عن تغيير كبير مرد بي. السؤال ده سؤال بسيط اه عاوز منك ايه? هو عاوز يعرف انت لما بتتعرض لتغيير اه بيحصل لك مشاكل وبالتربن ولا بتعرف تتصرف وتعرفي تتصرفي. طبعا زي ما يلنا الحديث التخرج او سؤال زي ده ممكن يبقى. يا اما مش هيتسئلو لان ما عندهم مش حاجة يقولوها. يا اما هيستصعبوا اجابته شوية. اه لكن هو السؤال ده اغلبه هيتسئل لناس اشتغلت قبل كده وعندها قصة تتقل وغالبا اللي اشتغل عنده حاجة حصل فيها تغيير. اه في الشركة اتغير اريا نقلو من اريا اريا شالوا من عنده اه مسئوليات ودوها لحد تاني او اه طبيعة الشغل بتاعته اتغيرت اه الادارة اللي في الشركة اتغيرت اه يعني فيه تغييرات كتير قوي ممكن يكون واحد بيتعرض لها. فاحكي فيها مش مشكلة خلص. الحاجة التانية اللي هيكونوا عايزين يعرفوها اه وهي ان فيه بروسس فيه عندك او عندك نظام للتعامل مع التغيير. اه مثلا على حسب بقى دايما بتعرض التغيير بحب افهم الاول التغيير ده اه ايه هو بالزبط? كان ايه الاسباب وراه? اه ايه مثلا التدعيات او الحاجات الخطوات اللي هتترتب عليه? ايه الحاجات المتوقعة انها تحصل? بعد كده ببتدي حط البلان بتاعتي انا ازاي يخلي شغلي يكمل في نفس ايه تحت نفس الظروف? مثلا اه انا دايما ببدأ باسئلة الاول وبعد كده ببتدي حط البلان بتاعتي هتعامل ازاي? اه في كل الاحوال يبقى عايز يشوف انك بتستقبل الطريقة عادية او بتستقبل الطريقة عادية في عندي بروسس في عندي نظام دي الحاجة التانية اه الحاجة التالتة اه ودي حاجة عامة انه انا ما بتعاملش مع التغيير على انه مشكلة او بتخض منه او مشكلة وبنستحملها انا بتعامل مع التغيير على انه فرصة للنمو فرصة للتطوير التغيير كده كده هيحصل كده كده هي احد حقائق الحياة انه هيبقى فيه تغيير فعادي يعني مفيش مشكلة خالص ببص النص الكوبة المليان وبتعامل مع الموضوع وبهندل الموضوع وبستفيد من الموضوع لان اكيد التغيير ده في حاجة ايجابية هتحصل منه ممكن استفيد منه حاجة في حتة كده دايما بتبقى حلوة قوي لو نظهرها في سؤال زي ده او في اي جزء من اجزاء الانترفيو او في الشغل عموما انه الايجابية بمعنى ايه اني لما بتحصل مشكلة او بتعرض لموقف قبل ما فكر على طول وقال ايه يا ايه اللي هيحصل بقى او هيحصل ايه بقى في الموضوع ده لا يقولك ايه خلي دايما سؤالك انا ممكن اعمل ايه في الموضوع ده مش ايه اللي هيحصل هو انا ممكن اعمل ايه يبقى انا هنا لما بيحصل قدامي اي موقف بروح مركز على طول على الحاجات اللي جوه دايرة التأثير بتاعتي الحاجات اللي انا ممكن اتصرف فيها يبقى انا راجل او ست ما بضيعش وقت في الكلام السلبي او في كلام مفيش منه عازق او مش هيوصلنا الحاجة انا بسأل اسئلة مفيدة وده لو عايز اجمع معلومات وبعدين بدور على طول على انا ممكن اعمل ايه دي اللي بسموها او ان انا اللي ببدأ بالفعل الاول وباخد دايما ايه انا مش بس قاعدة بقى رد فعله يتعمل فيها حاجة وبعدين بقى شوف لقد انا بقوم واشتغل واتصرف على طول يبقى سؤال التغيير اللي مرت به هنبين فيه هنبين فيه ان التغيير شيء ايجابي بفيه حاجة ممكن نتعلمها منه ونستفدها منه البروسيس بتاعتي في التعامل اذا كنت محتاجة اسأل اسئلة اجمع معلومات افهم اسباب افهم ايه اللي ممكن يكون متوقع باكده بتشوف what can I do او انا ممكن اعمل ايه وابتدي خش بقى في الموضوع واتعامل معي كويس فده بالنسبة للسؤال بتاع التغيير اللي مرت به وطريقة ايجابته سؤال تاني بنتسئله برضو في الانترفيوهات وممكن يكون سؤال مستفز وهو مش شايف ان انت مؤهلتك اعلى من الوظيفة او بمعنى تاني زي ما بيتقال مش شايف ان انت اوفر كواليفايد للوظيفة دي مؤهلتك اعلى من الوظيفة السؤال ده هو سؤال ممكن جدا يكون مستفز في اغلب الاحيان بيكون مستفز لانك بتحس انه ايه ماهنت اما عايز تفقعني اما يعني طبما انا لو اوفر كواليفايد يعني طبما انا جامد يعني ما تشغلني السؤال ده ببساطة النية من وراه بتبقى غالبا اني عايز اتطمن ان انت مش هتزهق من الشغل قريب وتبتدي يا عايز تسيبنا يا تطلب ترقية لانه هنفتكر تاني مع بعض الوظيفة الخالية اللي عند الراجل اللي قاد بعمل لك الانتربيو ده هي مشكلة عاوز يحلها وشغل واقف وفلوس واقف عاوز يحلها فعاوز يتطمن ان انت اصلا هو لما بيقول لك انت اوفر كواليفايد ماهو الكلام باين وانت عارف انك اوفر كواليفايد وانت عارف انك اوفر كواليفايد ومؤهلاتك مكتوبة في السي في وخبراتك مكتوبة في السي في يبقى هو مش بيجدب عليك ولا بيدحك عليك ولا بيغلس عليك هي حاجة يعني احنا الاتنين بصينا عليها وشايفنا بس انا لما اسألك السؤال ده يبقى انا كاني بقول لك ايه لو سمحت طمني ان انت مش هتيجي بعد شوية وتزهق مننا لو سمحت طمني ان انت مش هتيجي بعد شوية وتطلب ترقيات وتعمل لي ايه قلق في دماغي يبقى انا لما جاوب هبقى اول حاجة وانا داخل الانتربيو انا اصلا عارف ان انا فعلا اوفر كواليفايد فخلينا متوقعين ان السؤال ده ممكن يتسئل ونبقى عاملين حسابنا على اجابته اجابته ويبقى صعب ندي عليها امثلة لان هي هترجع في الاول وفي الاخر لانت فعلا ليه او انت فعلا ليه عاوز تاخد وظيفة اقل من مؤهلاتك انا مش بقول ان ده حاجة غلط او مش موجودة بس انت وانت الوحيدين هتبقى عارفين الاسباب احيانا مثلا ممكن يكون حد محتاج مثلا ينقل سكن كان عايش في محافظة بينقل محافظة تانية عايش في بلد بيهاجر لبلد تانية او بينقل بلد تانية فبيقبل او بيبقى انا باخد عايز الوظيفة دي لان هي اقرب لبيتي او اقرب للسكن بتاعي او انا كنت بشتغل في شركة تانية كانت ابعد كتير عن سكني وكانت متعبة جدا لكن انا دلوقتي وبشكل بقى سنسير وشكل اونست وشكل في اخلاص بتبين انه لا انا فعلا دلوقتي القصة دي ما بقتش فرقة معايا بقى الشركة دي كانت او الوظيفة دي كانت بتفيدني بحاجات معاينة بس كنت مستحمل البعد بتاع السكن والمواصلات الكتير والتعب الكتير في سبيل الموضوع ده انا خلاص خدت الاستفادة دي وعدت المرحلة دي ودلوقتي الاولوية والبرايوريتي بالنسباني موعيد رجوعي للبيت واني اقضي وقت مثلا مع اسرتي فده بالنسبة لي بقى دلوقتي اهم فانا ما عنديش اي مشكلة خالص هي مسألة وانا بتاعتي دلوقتي هي وقت مع اسرتي وتبين فعلا الكلام ده باخلاص ممكن يكون حد مثلا ما كانش متجوز وتجوز وهيفرق مع حاجة زي دي او ما كانش مخلف وخلف وهيفرق مع حاجة زي دي كل دي اسباب ممكن تتقال حاجة تانية مثلا ممكن تكون اني عايز اتعلم حاجة جديدة انا عارف اني محتاج ابدأ السلم من اوله اني داخل مجال جديد خالص فبرضو هنا لازم تبقى محضر اجابتك وقادر تشرح انه ليه اصلا عايز تنقل مجال جديد وليه متفهم ان هو هيجي من اوله وتبين ان انت برضو فاهم ان الموضوع هياخد منك سنة سنتين تلاتة على ما تتعلم كزا وتتطمن الشخص فده ممكن يكون سبب تاني انك بتنقل طبيعة شغل طبيعة شغل تاني من الاسباب يعني يمكن كتير مننا بيبقى بيسيب مكان وبينقل على مكان تاني غالبا في الظروف السوق اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بتبقى مجرد مثلا ايه حصل تسريح من شركة معانا ومضطرة روح اشتغل في شركة تانية الشركة دي قللت عدد الناس ماشت ناس فانا كنت من اللي مشيوا هنا طبعا هتبقى محتاج تطمن اللي قدامك ان انت ممشتش عشان انت وحش في الشغل دي اول جزئية وغالبا هيبقى سألك عليها اصلا لوحدها وبعد كده بتربطها تاني بانه فانت متفهم انه ظروف السوق مش دايما الوظائف متاحة حصل حصلت الظروف اللي انت خليتك تمشي دي فانت متقبل ان انت مثلا هتبدأ السلم من اوله او هتبدأ في درجة اقل شوية بس على فكرة ممكن برضو توضح انه انا كان ممكن برضو دور على شركة تانية تناسب مؤهلاتي بس الشركات اللي موجودة دلوقتي في السوق ما فيهاش الميزة اللي عندك يعني انا كده كده مشيت من شغلي وهضطر ادور على وظيفة تانية بس كان ممكن ادور على وظيفة مناسبة المؤهلاتي في شركات اكس و واي و زد بس انا يهمني في طبيعة الشركة عندكو حاجات معينة مثلا بتقدر بقى تبتدي برضو توضح وتبين ان انت مذاكر الشركة وعارف ظروف الشركة وظروف الشغل اللي انت مثلا داخل عليه يبقى فيه تغيير في طبيعة الشغل تغيير في ظروف الشغل تغيير في نوع الشركة نفسها انك عايز تشتغل فيه عايز تتعلم حاجة جديدة محتاج تدخل مجال جديد ظروف شخصية مخليك تخش في شغل تاني تبدأ برضو من اوله ايا كانت الاسباب خليك عارف ان لو انت فعلا يبقى لازم يبقى عندك سبب قوي وواضح لانت فعلا وتكون صادق مع نفسك وتكون صادق مع نفسك وانت فعلا مقدمين ليه او انا فعلا مقدم ليه على وظيفة مؤهلاتي اعلى منها لاني هاكيد هتسئل السؤال ولازم اجاوبه بصراحة واشرح الموضوع والغرض اللي انا بتسئله ليه بتسئله عشان اطمن اللي قدامي ان انا مش هاجي بعد شوية وهزه انا قاعد وموجود ومستمر وعندي اسباب كتير تخليني مركز في الشغل ومخي ما يسرحش في حاجات تانية وفي ترقيات وفي حركات تانية لا انا معاك وامركز في الشغل اللي قدامي دول كده كانوا سؤالين بتاعنا النهاردة شكرا مرة تانية على متابعتكم ما تنسوش تقسيبوا لي الاسئلة اللي عايزين نتناقش فيها في الحلقات اللي جاية لو ما كناش غطناها اصلا ومرة تانية شكرا على تشجيعكم وعلى متابعتكم ونشوفكم بكرا ان شاء الله في حلقة جديدة وانا احب اللي يسألوا مع السلامة